مجموعة من الأشياء سوف نطرق لها مجموعة من الأشخاص أدوني لأن الهدف من تصرفاتي لهم هو أنهم يمسوا من الكرامة كشخص وأنهم يتوجهوا لي بجميع عبارات السب والقدف والتمييز والتشهير وما إلى ذلك أولهم المسمات وهيبة الضابطة وهيبة يعني شخص كانت ربما في الأمل الوطني كانت أنت من الأمل الوطني هذه قامت بنشر مقطع فيديو ونشرات من خلاله تصريحات ديالي عند الضابطة القضائية وغيرها من المعلومات الخاصة والشخصية وما يستشف من مقطع الفيديو هو أن هذا الشخص تتكلم بلسان آخر غير لسانها والطريقة باش كانت كتكلم هي طريقة كلام محامي طريقة باش كانت كتكلم هات السيدة هدي في الفيديو اللي شهرات بيا من خلاله هي طريقة كلام محامي مش ضابطة أو لشخص بوليسي ويعني معروف هو كيفاش طريقة باش توصلت هات الشخص هدي بدوك المحاضير ومجموعة من المعلومات فمعروف شكون الشخص لوصلها هاد المعلومات وعلى أين فأنا رغم هذه التصرفات والممارسات الانتقامية التي تسعمين خلالها لا وهيبة ولا من معها ولا من يؤيدها ولا من يناصرها تصريف حسابات شخصية سياسية إلى آخر فالحقد أو هذه التصرفات الممارسات الهمجية واللا أخلاقية تنم فقط عن ما ينتمي إليه الشخص فإن كانت هذه الممارسات وحشية أو همجية ولا إنسانية فإنما لأن الشخص الذي يؤمن بهذه التصرفات هو شخص همجي شخص لا إنساني وبالنسبة للناس أو الأشخاص الذين يدعون النضال ويتبنون هذه الممارسات بزاف عليكم الحقوق بزاف عليكم الحقوق بزاف عليكم النضال النضال الخبزاوي وللنضال اللي غادي نعيش منه ونعيش بفلوس قضايا معينة ماشي نضال ولا يشرف دنستهم النضال دنستهم حقوق الإنسان غادي ندوز لوحد الشخص اللي ربما تعدع لي ماشي مرة ماشي جوج لأنه فاض الكيل عفون فاض الكأس وطفح الكيل و في صراحات دياله يعبى إلا أن يمس بكرامتي وأنا يتكلم بحرقة لأنه كيف ما تنقوله صافي وصلت للعدم محمد زيان ما بغاش يقيلني عليه هاد الشخص ويسعى بشتى الطرق أنه يشكك في المصداقية ديال القضية دياله وأنه يصرف الحسابات دياله مع جهات معينة هاد الشخص هذا اهتر صراحة اهتر حقوقيا وللأسف لم يستحضر لا السن لي هو فيه ولم يستحضر لا المناصب اللي كان كيشغله لم يستحضر حتى شي حاجة كيف ما تنقوله بالمغربية ما دار بوجه حتى المهنية أو المهنة عفوا اللي يتقلدو يتقلدوها إذن فاش كنتكلموا على أن محامي فاش كنتكلموا على أن وزير سابق لحقوق الإنسان يمارس تحريد ويمارس تشهير ويمارس الكراهية ويمارس جميع أنواع الخروقات وانتهاكات حقوق الإنسان شنو بقى؟ شنو مازال ممكن تكلموا عليه إذا شفنا شخص ربما كيف ما قلت في إحدى التدوينات المفروض منه أن يحظى بالوقار والاحترام نظرا لسنه نظرا لمجموعة من الأشياء مجموعة من المراحل اللي دزمنها هاد الشخص لكن هاد الشخص يأبى إلا أن يحطمني يأبى إلا أن يدوس على كرامتي يأبى إلا أن يخرق حقوق الإنسان وأن يتعامل مع قضيتي ومع شخصي بكراهية وتمييز واحتقار ومجموعة من الممارسات اللي صراحة لا تعد ولا تحصل خروقات فقد نتكلم على أنني أنا شخص محامي وأنا شخص يعني كبير في السن وتنمارس هاد الممارسات راه راه للأسف نأسف للإنسانية ونأسف للنضال ونأسف لحقوق الإنسان إن كان مثل هؤلاء من يتبنون النضال بشكل مقتدى فقد نتكلم على وحد الشخص اللي هو تيسمي راسو نورزين أو لنورزينو تيتكلم تيقول أنه تعرفني وأنه تيمثل مجتمع الممعين كما أشرت في التدوينة السابقة مجتمع الممعين هي فئة لا يمثلها أحد ولا تمثلها جهة معينة مجتمع الممعين فئة مضطهدة حقوقياً نعم لكن هذا لا يعني أن من يتكلمون عن القضية فهم ممتلون أو ممتلات للقضية أو للفئة لا هذا غير صحيح في العديد من المناسبات في عديد من المرات قلت أنني أنا لا أمثل مجتمع الممعين أنا أمثل نفسي وأمثل قضيتي فقط والشخص الذي ادعى أنه كيعرفني وتعرف معطاية جالي وأنه تواصل معي الشخص وصلت به الحقارة أنه يقول أنه تواصل معي والكذب يعني عيني عيني كيف ما تيقولوا أنه يدعي أنه تواصل معي وأنني تواصلت معه على قبل اللجوء الإنساني وهذه معطايات ومعلومات مغلوطة وكاذبة يعني لا أساس لمن الصحة وربما كيف ما قلت في تدوين الغرض من هذا الفيديو أو من هذه الصراحة من هذا الشخص ربما من رفع المشاهدات على قناته في اليوتيوب وأقول أن للمرة الألف أن المجتمع الممعين لا يحتاج لمن يمثله مجتمع الممم أو قضية الدفاع لمجتمع الممم لا تحتاج لمن يمثلها وليس هناك شخص يمثل قضية نحن ندافع عن القضية أنا أدافع عن القضية التي أنتمي لها وتنتمي لي فقط لا أقل ولا أكثر أقولي قولي هذا و أني ما بريدش نطول و فقط ما غادش نعطي قيمة الأشياء التي لا قيمة لها لكن كنت كنت نحاول نستجمع قواي ونتكلم بشكل واضح لأنه بلغ السيلو الزوبا كيف ما تنقوله وهذا الأشخاص اللي كاملين لشهروبية لما رسوا في حقهم جموعة من الانتهاكات والتجاوزات فطبعا احنا عندنا قانون عندنا قضاء عندنا مساطر لأي واحد تعرض الانتهاك في حقه أي كان هذا الحق من حقه أنه يتابع مساطر قانونية وهذا شيء وهذا شيء يعني اللي هو أمعمول به هو الشيء اللي غادي نسلك أنا جميع من تبت في حقه أنه أداني شهربية حرد ضدي ستتم محاسدته قانونيا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة